اشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك لأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بالنتائج الإيجابية التي يحققها فريق قرطبة الإسباني وذلك بالرئاسة البحرينية وتحقيقه فوزا جديدا في الدور الإسباني للدرجة الثانية وأكد سمو أن المتتبع لمسيرة قرطبة في المسابقات الأسبانية يدرك حجم العمل الكبير الذي تبذله إدارة النادي ودعمها المستمر للفريق إضافة إلى الجهود البارزة للجهازين الفني والإداري واللاعبين وحرصهم على عكس الصورة المتطورة للفريق في الموسم الحالي وهما يؤكد العمل الجماعي للنادي وأشار سموه إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مضاعفة الجهود من الجميع من أجل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والغصول إلى الأهداف المرجوة وتمنيا سموه كل التوفيق والنجاح للفريق في مبارياته المقبلة وحقق قرطبة فوزا على مونتيغو ثلاثة واحد في الأسبوع العاشر وواصل صدارته للمجموعة الرابعة برصيد خمس وعشرين نقطة وبفارق سبع نقاط عن الوصيف ترجمة نانسي قنقر